عقدت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والعالم العربي المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بناء على طلب سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا وأجمع النواب المتحدثون على إدانة الخطوة الإسرائيلية وخطة صفقة القرن دعين الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين وإلى الالتزام بحل دولتين وفق القانون الدولي وقرارة مجلس الأمن وضرورة فرض إجراءات عملية لردع من يتجاوز الشرعية الدولية ومثاق الأمم المتحدة خاصة مبدأ عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة ويعتبر مجلس أوروبا ومقره الداء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية منظمة دولية تضم في عضويتها 47 دولة أوروبية وله جمعية برلمانية ينتخب أعضاؤها مباشرة من برلمانات الدول الأعضاء التي تشكل دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول أوروبية أخرى خارج الاتحاد كروسيا والنروج ودول غير أوروبية تتمتع بعضوية مراقبة كفلسطين وإسرائيل ترجمة نانسي قنقر